بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصليتنا و سلاما على سيدنا رسول اللهuniversا الاثراء والمعراج معجزتان و قاعة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصر الله تعالى فيهما الزمانة و المكان لسيدنا رسول الله حيث نقال الله تعالى نبيا و حبيبه و مصطفاه صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم صعد الله تعالى به من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى ثم عاد نبي صلى الله عليه وسلم من سدرة المنتهى إلى المسجد الأقصى ثم عاد من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرى كل هذا وقع في جزء من الليل وإذا كان هذا الأمر عجيباً وحقاً هذا أمر عجيب فإن الله سبحانه وتعالى قال لنا إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وهو سبحانه وتعالى الذي بدأ هذه السورة التي تحدث فيها عن معجزة الإسراء بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ومعنى التسبيح أن تنزه الله تعالى عن كل نقص لا يليق بذاته المقدسة بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يعيقه زمان لأنه هو خالق الزمان ولا يعيقه مكان لأنه سبحانه وتعالى هو خالق المكان هذا الكون ما وجد إلا بأمر الله وبالتالي الذي أوجده قادر على أن يزيله الذي أوجده قادر على أن يحطمه الذي أوجده لا يمكن أبدا أن يكون عائقا أمامه بالنسبة لنا حتى ننتقل من مكان إلى مكان كان الإنسان يسير ويسافر سيرا على القدمين أو يركب دابة وهو يقطع مسافة معينة في اليوم والليلة لا يقوى على قطع أكثر منها إلا إذا جد واشتهد هذا حال القليل النادر ثم من بعد ذلك اكتشف الإنسان قوة البخار فصانع الإنسان الآلة وفي أول صنع الإنسان للسيارة كانت السيارة عندما تسير في الطريق الإنسان الذي يسير على قدميه يسبقها ثم طور الإنسان من أدائها حتى أصبحت هذه الآلة سابقة للإنسان بمسافات وسرعات وتسابقت هذه الآلات فيما بينها على حسب هذه السرعات التي أودعها الإنسان فيها وهذه صنعة الإنسان فما بالك بصنعات الله تعالى هذه السيارة سريعة وهذه سيارة أسرع ثم اختشف الإنسان أو اخترع بعد ذلك اخترع الإنسان الكثير من هذه الآلات التي طوت الزمان وطوت المكان اخترع الخطار اخترع الطائرة اخترع الصاروخ مطور هذه السرعات بل واخترق الفضاء كل هذا من صنع الإنسان الذي علمه الله تعالى ذلك فما بالك بصنعات الله سبحانه وتعالى إذن الأمر معجز وهو حقا معجزة لكن سؤال مهم لماذا وقعت هذه المعجزة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربط لك بين قوله تعالى لنريه من آياتنا وبينما وقع لخليل الرحمن سيدنا إبراهيم عليه السلام أب الأنبياء سيدنا إبراهيم أراد أن يرى إعجازا كيف خلق الله تعالى الخلق وكيف يميته وكيف يحييه وكيف يصنع الله تعالى ذلك وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى أنا مؤمن ولكن ليطمئن قلبي أنا أريد أن أرى بعينيه الإنسان الذي يسمع ويصدق يختلف عن الإنسان الذي رأى بعينيه فهو فعلا إنسان موقن وفي قمة اليقين ومن هنا أمره الله تعالى أن يأخذ هذه الأصناف من الطير وأن يذبحها وأن يقسمها ثم يناديها فإذا بها حية تسعى أمامه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الله تعالى أن يريه بعينيه في هذه الليلة هذا الملكوت إذا كان الله تعالى قد قال عن سيدنا إبراهيم وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض يعني وهو في الأرض ينظر فيرى ما في السماء هذا معنى الملكوت ما خفي الملك لما ظهر والملكوت لما خفي فإن الله تعالى أخذ نبيه صلى الله عليه وسلم يضعه في هذه السماوات هو يراها لكن عندما يسير فيها يكون الأمر مختلفاً جميل أن أحدثك عن بعض البلدان وأن أريك بعض الفيديوهات لها لكن عندما تنزل فيها بنفسك وتسير فيها بخطواتك الأمر يختلف تقول أنا رأيت هذا الجبل وأنا صعدت هذه القمة وأنا نزلت هذه البحيرة وأنا طفت في هذا المكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عن الجنة والنار ويقول أنا دخلته أنا رأيت الجنة ورأيت النار النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن سدرة المنتهى وهو الذي وقف عندها ووصل إليها رأى الملائكة وصافحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هنا قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لماذا يا رب قال لنريه من آياتنا سؤال أخير هل تحققت هذه الرؤى وهل رآها النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النجم تأتي الإجابة لما قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى اللهم إنا نسألك يقيناً تلحقنا به بسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يتزعزع ويثبت على الحق حتى تدخلنا جنتك ألقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة